يوم ساعطيكم فكرة عن التلاسم الرقمية والعوفاقي العذاذية والاملاك العلوية والسفلية التي تكون في ويعني عشرين خادم سفلي واربع ملوك علويين فانا لا اعلم السحر ولا اقول لك سوي كذا وحتف لك كذا يوقفه على سبائب من الرمان بخيوط من حرير او يحسنوا ما اهما يفزعوه كظهور حيوان اما تلاقي لا يجي الباب يجالس يكتب للنسوان فهذا يسمى ساحر المساد المعالجين والرقات سيكونون بعيدون عن هذا الباب لانه سيدخلوا بهم في شبهة السحر وبالتالي يبقى الثحر الشرعي وذكاء المعالج هو الوحيد الذي يثمه اعتماده في العلاج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عائلتنا الكبيرة في دائرة اتصال سعيد بالتواصل معكم من جديد في موضوع رائع كروعتكم ومهم لأصحاب البحث عن علومه الجداولي والاوفاق الرقمية والقيم العددية للاسم والحرف بحسابه الكبير والصغير هذا الموضوع لم اخترعه من عقلي ولكن كان هناك طلبات كثيرة من بعض الاشخاص المحبين والمتيمين والعاشقين لهذا الباب باب الاوفاق وباب الجداول وقد يكون لدى البعض من البشر هواية ولدى البعض من البشر اطلاعي قل لك انا عوز افهم طيب ان شاء الله اليوم ساعطيكم فكرة عن الطلاسم الرقمية والاوفاق العددية فنوضح ان المقصود بالطلاسم الرقمية او الاوفاق العددية هو تلك الجداول التي يكتبها اهل الحسابات الروحانية والتي يقومون فيها بحساب اسم الشخص واسم امه ورصد به الاوقات السعيدة التي يكون فيها القمر في بروج او منازل قمرية سعيدة او نحيسة ومتوافقة عددية مع اسم الطالب وقيمتها العددية يعني فيه الناس اللي تسوي الحسابات هذه بياخذ اسم الشخص ياخذ اسمه امه وسيسوي حسابات بتاعه تقول لك مثلا طبع مائع منتمل يوم الخميس عنده حكمة على شمه ورش متاسق بكذا عنده كذا يعني الامور دي كلها تطلع عن طريق تلك الحسابات ويمكنه من تلك الحسابات معرفة اليوم الذي ينقش فيه او يكتب فيه ذلك الطلسم او الوفق وحتى ساعد كتابته والاملاك العلوية والسفلية التي تكون فيه ويعلم فقط من تلك الحسابات ايضا اذماره ومفتاحه ومغلاقه ويستطيع من خلال تلك الحسابات استخراج ازيد من 28 خادم سفلي واربع ملوك علويين ويستطيع ان يدخلهم ذائرة على الوفق ويبقون ذائرين محبوسين فيه الى ان يشاء الله او يتم ابطال ذلك الوفق او انهاء ثأثيره بعكس روحانيته والمركب يعلم جيدا ساعة العمل وهل ساعته ليلية او نهارية ويعرف حتى البخورات التي تستعمل تبخيري عندما اتكلم في هذا الامر فانا لا اعلم السحر ولا اقول لك سوي كذا وحجل لك كذا انا فقط ابسط الامر على بعضي الاخوة الذين يريدون ان يفهموا فلا تتهموني بالسحر او غيره فاي شخص يمتهن الروحانيات ولا يستطيعون اخراج ما ذكرت وثركيبه يكون فقط مدعي ونصاب الدجال مشعود لا علاقة له بالثركيب الوفقية وما اكتره في هذا الباب علما ان ما ذكرت من ثركيبات وحسابات وكيفية لا يعرفها الا من فتح الله عليه بابا من ابواب الحكمة لكن هناك اشخاص سيفهمون ما اقول ويعرفون ما اقول لان عندهم تلك الحكمة وعندهم تلك البصيرة باذن الله فعندما يكمل المركب الوفق يوقفه على سبائب من الرمان بخيوط من حرير ويبدأ في الاذخال والتسكين والروحانات عن طريق قراءات وتبخير للوفق ويستمر على هذه القراءة والبخور الى ان يرى علامات واضحة تسمى الاستجابة وهي ظوران الوفق المعلق على الخيوط بشكل سريع في اتجاه اليمين ويستمر في الظوران الى ان يثمم المركب الامر بشيء يسمى الثوكيل ويختم بالزجر والاغلاق هذه العملية ليست سهلة يعني يقول لك واحد انا بركب جداو وبركب اوفاق لا يمكن وابدا خصوصا في هذا الزمن لان هذا العلم اندثر وموحيا من هذا الجيل الجديد العملية ليست سهلة وتركيب الاوفاق ليس الامر الهيين فغالبا ان لم يكن المركب قوي روحانيا فلا تكون له تلك الاستجابة ولا يظر ذلك الوفق واحيانا قد يضرب المعزم بقوة على رأسه او وجهه تسمى اللطمة او يحصل معه ما يفزعه كظهور حيوان امامه قطاط او كلابا عزكم الله تعابين او حتى حمير او حتى خيل تظهر امامه فجأة فتخضه فتزعجه وتفزعه فان خاف منهم تلبسوا به واستعمر روحه ولن يفكه منهم شيء لانهم ينصهرون في معدن روحه الثراكيب هي ضغط للاسم والحرف من شكل ونطق حرفي الى قوى عذذية بحيث يقوم المركب باعطاء كل حرف قيمته العذذية يقول لك الالف واحد البع اثنين الياء عشرة القاف مئة فكل حرف عند ذلك قوى العذذية الخاصة با التي يعرفها اهل هذا الفن فيركب ذلك الوفق بناء على هذه الحسابات والوفق هذا قد يكون مثلثا او مربعا او مخمسا وغيره على قواعد سبقا ووضعت من شيوخ كبار في هذا العلم الوفق المتلت منسوب مثل الغزالي ومنه من نسبه للبوني وقيمته الحرفية هي باء وطاء وذالي وجيم وهاء وزاي وواو والف وحاء تعرف ببطد زهج واحد والمربع له قواعد اخرى اشهرها احوج زبدة والمخمس له قواعد ولكل وفق قواعد خاصة به وهنا مرتاني اقول اني لا اعلم السحر ولكن اشرح بعض الامور التي طلبت مني ولا احد عليه ولا اشجع على تعلمه ولكن كم هو جميل ان نفهم ما نرى يعني الانسان يشوف ورقة يصير تخض منها قد يجد ورقة في هذا الوفق يصير ايه يطرعش يصير ايه يخاف يقول لك لا مش اقدر اقرب ما يقدرش حتى يمسيك يقول لك ما قدرش اقرب لي هذا حيضرب مش حيضربك ولا حيشوفك ولا حتشوفه لان الورقة دي ورقة فقط التوكيل الخاذم الموكل بها بعيد عنك لان في اسماء مخصوصة توجد تاخل تلقى الورقة فان كنت من اهل الباب اقرأ وعفهم ما ترى فتعلم ما هو السعر الموضوع لذلك الشخص اذا كان جدوى المتلة تجد فيه بعض الامور تجد بعض الاسماء وتجد بعض الاشياء لكي تفهمها وتعرف ما طريقة تفكيها باذن الله اما الانسان يقول لك لا حرام مش حرام تقول له كلام مش طبيعي افهم عشان تعرف تفكي مش فاهم حاجة وحتفكي حتفكي ايه لن تستطيع ان تفكي شيئا رغم اني ارى ان المتمرسين في هذا الفن قليلون جدا مقارنة مع المدعين الذين اعصبرو هم دجان ونصابون يعني في ناس مدعين كثير جدا ويذعون اشياء كثيرة انا بستطيع بعمل ويعمل ومش عارف ايه بطير بنزل ولا بيسوي حاجة كله كدب في كدب لان علم الحروف هو الوفاق والرمل والثراكب وغيره من هذه العلوم تسمى العلوم المحجوبة وهي غير متاحة لكل البشر هذه العلوم وتسمى علوم المحجوبة وغيره متاحة لكل البشر وبالتالي هي لا تدرس لا في جامعات ولا في مدارس ولا في معاهد ولكن هناك دول كثيرة تتناقل هذه العلوم بسرية كبيرة وتبحث فيها بسرية كبيرة وتستخدمها بسرية كبيرة ولها مراكز خفية في بلغاريا مثلا في بريطانيا مثلا في المانيا في فرنسا في امريكا ويبقى التعامل مع هذه العلوم دائما بسرية كبيرة جدا والعمل بها يكون بسرية مطلقة جدا لان هذا علم اصلا علم شيطاني اما التعاملات الشيطانية التي يقوم بها السحارة ويكتب للنسوان فهذا يسمى ساحر وهذه الأشياء التي يكتبها تتضمن الأذى للجسد والروح يقول لك على ما تسليط وتمرض وغيره من هذه التراكيب التي هي مستوحات عن طريق تلك الشياطين والتي تستوحيها نفوش شيطانية وتركبها تكون عن طريق التخاميج كالذماء والقصب واللحوم والبيض الفاسد والمسامير وأنواع من الجنود والعظام وصور الأشخاص وآثارهم وملابسهم وغيرهم مما يعرفوا بالسحر ويعياذوا بالله فهؤلاء الأشخاص يقومون بهذه التخميجات وهذه التخميجات وهذه التخميجات عملوا فيها بعض الأنواع من الشياطين التي تكون أصلا مقترنة بنفس ذلك السحر والتي لها تواصل مع شياطين أخرى تكون قريبة سكان الحمامات سكان الشعاب سكان المزاب يعني فيه أشياء كثيرة تعيش معنا في هذا العالم ولا نستطيع رؤيتها ولكن هناك أصخاص يستطيعون التواصل معها الأوفاق قد تكتب أيضا لجنب أنواع من الخير أو دفع أنواع من الضرر طبعا هنا يعتمد المركب على تسكين الوثق بخدام من الأرواح السفلية أو الشيطانية ويقوم كذلك بسجن أنواع من الجن يعرفونه بخدام الجداول أو خدام الأوفاق وهذا السجن هذا يكون بخلاف رغب ذلك المخلوق لأنه يتم سجنه وإرغامه على القيام بما يطلب منه فإن لم يقم به عذب عذابا شديدا من الأملاك التي هي أكبر منه وأقوى منه ولهذا تجد بعض المعالجين أو الرقاث يحيرون في حالات تتلبسها أرواح سفلية أو خدام لبعض الطلاسم أو بعض الأوفاق ورغم شهور من القراءة لا يكون هناك تقدم في الحالة لأن الأمر يكون مركب بوفق أو جدول أو طلسم وبالثالي يجب عكس قوى الطلسم أو عكس قوى الوفق وهذا يلزمه فهم دقيق وواسع للطريقة التي ركب بها يجب على المعالج أن يعرف ما هي المعايير التي اعتمدها الساحر لكي يشجون تلك الروح داخل الجسد وكيف تسنى له سجنها لكي يتسنى له كذلك إبطال كل شيء وفتح باب العلاج وهنا أجزم أن الساد المعالجين والرقات سيكونون بعيدون عن هذا الباب لأنه سيدخل بهم في شبهة السحر وبالتالي يبقى الثحر الشرعي وذكاء المعالج هو الوحيد الذي يثمه اعتماذه في العلاج علما أن أكثر من سبعون حالة من مئة حالة لا تعالج عند الرقات ولا عند المعالجين وتثعايش مع الضرار فقط أما بخصوص الطلسم فهي ثغير في قوى الحرف وهذا ليس استخراج لطاقة الحرف وهي تستوحى من عوالم الخيال السحرية فقط وهي تستمد من الخمس قوى السحرية ود وسواغ يغوث يعوق نسر عموما يمكن القول أن الطلسم هو كتابة مبهمة سرية يكتبها روحاني متأمق في الفلك والنجوم وعلم الحروف وكل هذا الشيء كلها محرمة إسلاميا وتكتب في أوقات فلكية وطالع ومنزلة وطبع ومزاج يكون متوافق مع المراد كتابته وتتحكم فيما يكتب ساعات اليوم وحالات الجو ونوع البخور والحالة الروحية والنفسية لكاتب الطلسم ويبقى ربطة كهوى الطلسم مع قوى سحرية من عالم الخيال بخمس مراثب للخيال السحري كما أسلفت أما الأصل في العلم الرباني فهو تفاعل مع أملاك علوية ومعنى أملاك علوية هم أرواح نورانية طيبة ربانية والعجيب هنا أن هناك بعض الأشخاص يستطيعون الثعامل معها سواء كان من الذاكري لأذكار الله من كلام الله عز وجل أو المردد لبعض الأوراة الربانية وأهم شيء يجب أن يكون قلب الذاكري قلب محب نوراني حتى يثم له هذا الوصل لا يوجد به شر أو حسد أو حقد أو بهتان أو غيره من معوقات العمل جالبات الشياطين ولا يمكن استنزال الأرواح العلوية أو الأملاك النورانية الربانية بكتابة الطلسم مثلا أو كتابة الأوفاق لأن هذه الأرواح العلوية الربانية النورانية لا علاقة لها بالكتابة المطلسمة أو الأوفاق أو الجذاون أما استخدام الطلسم المركبة حسب اسم الشخص ونجمه وطالئه فهذا يلزمه كما أسلفت رجل حكيم ورغم هذا يبقى الطلسم ضرب من السحر الحرفي المتصل بقوى الخيال يعني كل الأشياء اللي أنا ذكرتها كلها تعتبر في باب الحرام بلكني بينتو دون أن أوضح أما الطلسم الجاهزة التي هي بكتب الطوخي مثلا وبمنتدايات الشعوذة فهذه طامة كبرى أحذر من استخدامها لأنه من الممكن أن تصيب روحانية من يستخدمها بالشلل وتحدث له عوارض وموانع شديدة جدا خصوصا إن كان من أصحابه الطبع الهوائي طبعا السؤال طرح عليه من عشاق العلم الروحاني والباحثين فيه كرروا مرة أخرى أن الجواب ليس بغير لتعليم الأوفاق أو التشجيع على استخدامها أو تعليم الطلاسمة والتشجيع على استخدامها ولكنه من باب المعرفة السطحية للشيء فقط أحبابي في الله تقبلوا فائق المحبة والتقدير وأتمنى من العلي القدير لكم الصحة والسلامة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم وبركاته